في تونس حملت حركة النهضة السلطة مسؤولية تصاعد التوتر مع الاتحاد العام للشغل ذلك على خلفية تعطل الحوار الاجتماعي بخصوص اتفاقات سابقة تتعلق بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام ذلك إلى جانب أيضا تباعد وجهات النظر والاختلاف حول أولويات وطنية وفي بيان صدر عن مكتبها التنفيذي تهمة النهضة السلطة كذلك بالفشل في إدارة البلاد في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتزايد معاناة التونسيين من الفقر والبطالة ونقص المواد الأساسية يأتي ذلك ردا على اتهام الرئيس قيس عيد لوبيات بمحاولة تأجيج البلاد تزامنا مع تحرك احتجاجي دعا اتحاد الشغل إلى تنفيذه بالعاصمة في المقابل أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك أطراف تسعى إلى تأجيج الأوضاع من أجل إفشال الانتخابات الرئاسية المقبلة وفي إشارة لجمعة الإخوان قال الرئيس سعيد أن بعض اللوبيات توزع الأموال المشاركة في احتجاجات غايتها حقيرة مفضوحة يعلمها الشعب التونسي بحسب تعبيره كاشفا عن أماكن التواجد هذه وتم تحديدها والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها ومع ذلك أيضا يقدم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية ونشر المغالطات وبث الفتن والإشاعات وأكد سعيد أنه لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات ويتمسح كل يوم على اعتاب مقرات الدوائر الأجنبية شدد سعيد على وجوب تظافر جهود ومجهودات كل أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي تسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بأي طريقة كانت إذن ما فتأت تونس تخرج من أزمات متعددة للأوجه حتى جاءت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد محذرة من وجود لبيات قال إنها تعمل على تأجيج نار الفتنة ونشر الإشاعة بذلك يكون الرئيس التونسي قيس سعيد دخل معركة حاسمة ضد جماعة الإخوان بشأن تورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي تزامنا أيضا مع ذلك تواصل أيضا للأجهزة الأمنية والقضائية في تونس ملاحقة قيادات الإخوان خصوصا المتورطين في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والفساد فيما تستعد الجهات الحكومية أيضا لفتح ملف المؤهلات العلمية المزورة التي اعتمد عليها الإخوان في نيل وظائف مهمة تساعدهم على التوغل والتغلغل في مفاصل الدولة التونسية في الأثناء أيضا برزت تحديات جديدة يمكن أن تؤثر في المشهد السياسي والمسار الانتخابي غير استفحال الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية هي تداعيات لملفات الإقافات والمحاكمات التي شملت عشرات السياسيين المستقلين والحزبيين والنقبيين ذلك أيضا إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال البارزين وكان لافتا استدعاء القضاء التونسي شخصيات سياسية من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب قلب تونس المتحالف مع الإخوان نبيل القروي سبق ذلك أيضا اعتقال لوزير الداخلية الأسبق نور الدين البحيري وأيضا صدر ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي حكم غيابي بالسجن بتهمة المساس بأمن الدولة ويرجح أن يؤدي أيضا البت بهذه الإشكاليات وغيرها في توضيح ملامح المشهد السياسي الجديد لتدخل تونس في أو تدخل تونس بطبيعة الحال في سباق ضد الزمن خاصة وأن الانتخابات الرئاسية المتوقعة إجراؤها في أكتوبر المقبل هي الثانية عشرة من نوعها في تونس والثالثة منذ 2011 الحديث عن كل هذه الملفات تحديدا في الملف التونسي وهذه التفاصيل يحدثني من هناك من العاصمة التونسية المحلل السياسي الأستاذ منذر ثابت أستاذ منذر تحية طيبة أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي هذه التغطية المستمرة لهذه الملف بداية نسأل عن الموقف لحركة الإخوان من الانتخابات وأيضا تدخلها فيما يتعلق بسير أعمال اتحاد الشغل البعض يصفها بالصيد بالماء العكر كيف يمكن توصيفها برأيك أكيد النهضة تحاول أن تكون براجماتية وحريصة على إعادة التموقع في الساحة على أساس أنها أحدى مكونات المعارضة وليست كل المعارضة كما كانت تسلك على هذا النحو خلال الثمانينات القرن الماضي وتسعينات القرن الماضي النهضة اختارت أن لا تخوذ المعركة ضد السلطة بطريقة انعزالية بالتالي تحاول استعادة المواقع داخل الساحة الاجتماعية من خلال الاتحاد عم تنسي الشغل الكل يعلم أنه سنة 2012 كانت هناك مواجهات عنيفة بين الاتحاد عم تنسي للشغل وحركت النهضة عندما كانت في سياق حكم الترويكا بالتالي العلاقة في هذا السياق لا يمكن أن تكون إلا في سياق براجماتي حاليا النهضة تحاول استثمار بوابة الخلاف بين القصبة حيث قصر الحكومة وساحة محمد علي مقر الاتحاد عم تنسي الشغل لتتسرب إلى هذا التوتر لاستثماره ودفع الاتحاد ما هي فرصها؟ ما هي فرصها في هذا الاستثمار؟ هذا الغضب الفرص الحقيقة أن الاتحاد مفتوح الآن تنظيميا على مختلف الحساسيات المعارضة على رغم أنه أنصار رئيس قيسعيد داخل الاتحاد لهم تأثير حركة الشعب والحركة الداعم للرئيس له حضور داخل حركة النهضة داخل الاتحاد عم تنسي الشغل لكن النهضة أيضا بقواعدها لها حضور ضمن النقابات الأساسية عديد القطاعات تسربت إليها النهضة بفعل التغلغل بفعل أيضا الحضور الجماهيري خلال العشرية السابقة ولها تأثير داخل هذه التنظيمات النقابية الأساسية لكن أيضا المراهنة على أن يكون هنالك غذب جراء غياب المواد الأساسية خلال شهر رمضان المسألة الاجتماعية في تكتيكات النهضة لها اعتبار ولها تخطيط ولها أيضا تقاليد في السابق النهضة قادرة على التلون والتموقع والتمركز من أجل تحريك الساحة الاجتماعية اليوم برأيك المخرج الحل لهذه الأزمة أو المخرج برأيك هل هو من خلال مجابهة مساعي حركة النهضة المعروفة أم تقريب وجهة النظر مع اتحاد الشغل بكل تأكيد الصيغة الثانية هي الأكثر حكمة أن الحكومة من المفروض أن تعيد الاتحاد إلى سياق المفاوضات علينا أن ننسى أن الاتحاد يدعم تنسي الشغل ساندة 25 جوليا ساندة تمشي رئيس قيس سعيد واعتبر أن نقطة لاعودة إلى ما قبل 25 جوليا هو موقف نهائي لكن يبدو أن التفاعل من طرف الحكومة منذ أيام رئيس الحكومة نجلة بودن هناك توتر هذا التوتر تعلق أولا استراتيجيا بطريقة التعامل مع القطاع العام وأزمة القطاع العام وأزمة الشركات العمومية المسألة الثانية هي عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها توجاه الاتحاد في علاقة بعديد الاتفاقيات القطاعية سيد منذر الإشكال في الإمكان للالتفاف على هذا من خلال العودة إلى المفاوضات مع الاتحاد وقلال الاتحاد عبرت في أكثر مناسبة على استعدادها كل شك لك دائما أستاذ منذر الحديث معك بقية ولكن وقت انتهى كان معي من تونس المحل السياسي منذر ثابت اشتركوا في القناة